اشتركوا في القناة ان يتخجل ولا احس بانني اتوارى اعمال هذا المجلس بقيادة النقيب الحكيم انا بقول لكل زملائي انتو اشتغلت اربع سنوات واحنا كنا عضاء فرعية وانا اول دورة في هذا المجلس اللي اتعمل من مجلس النقابة الحالي يخلي اي عدو مجلس فينا يرفع راسه فوسط الجمعيات العمومية وارى ان كل زملائي مفيش حد مننا في محاكم مصر لا يقدر ولا يخجل ولا يتوارى ان يقول ان نقيب النقابة دي النقيب سامي عشور ولا يكسف وهو مش رافع راسه ان اللي ييجي في المرحلة القادمة ويستحق ان يكون نقيبا حكيما وقائدا هو الاستاذ سامي عشور انا ارى ان حضراتكم بانجازاتكم تنزلوا الجمعياتكم العمومية سواء المرشحين منكم او اخواتنا اللي شيشغالوا مواقع اخرى او عازفوا عن الترشيح بكل فخر تقف في كل محكمة وتقول لمحامين مصر ان مجلس النقابة الحالي مجلس محترم عقد على نفسه الامانة ادى الامانة ادى ما طرح عليه من اعمال واللي يقوله غيرنا واللي يقوله غيرنا يبقى امر شخصي واللي يقوله غيرنا يبقى امر يخصه واللي يقول غير كده مننا يبقى امر مش مطروح لكن الحقيقة اللي كانت في المجلس ان حقيقة اتفاقية كل اعضاء المجلس لو ما كانوش يا معالي النقيب كل واحد منهم راجل وفارس ما كانش سامي عشور في الدورة دي ادى الاداء البارع اللي يستحق عليه ان يقولوا ان احنا حنقف في ظهرك بكل ما ايطينا من قوة لان انت النقيب اللي تستحق وكل المطروح على الساحة ما عندوش معطيات ولا عندو ملفات واللي حينال منك ده حاقد واللي حينال منك مابيقولش في مصلحة المحامين واللي حينال منك مقالش الانجازات الحقيقية واللي حينال منك يبقى مقالش على الأرض أمانة المحامين واللي حينال منك يبقى عايز أمر شخصي ليه واللي حينال منك بتغيير يبقى هو ما شفش الحقيقة لأنه هو حاقد وأعمى هو أصلاً صاحب صوت انتخابي بيدور عليه في الصندوق مش صاحب مصلحة عامة لكن صاحب المصلحة العامة يقول ان المجلس الحالي اذا ما جبتوش التمانية وعشرين من مجلسكم يبقى فيه الشيء حاجة غلط التمانية وعشرين من مجلسكم هم اللي من المفروض يقودوا الانتخابات وهم اللي من المفروض يقودوا المرحلة وهم اللي من المفروض يكون الرجال عشور يا معالي النقيب يوسف الله كلنا عارفين يوسف انت مش عارفه ده يوسف لما حبوا المهاردة يموتوه ما ماتش انتو تعرفوا لازم تردوا ولما حبوا يبعوه عشان يبقى عبد صار ملك ارادتهم مش ممكن هتكون لكن ارادة الله سبحانه وتعالى هي اللي هتكون وارادة الله حق وانت صاحب حق انت ومجلسك فهتكون انت ومجلسك الموقر اصحاب حقه شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة